اشتركوا في القناة وكثير من التدقيق والنقد ظلت لجنة التحكيم الفيصل الاول في اختيار الشعراء المتأهلين الى مراحل البرنامج كما ظهرت بعفوية اعضائها وصدق شاعريتهم على مجريات الحلقة باسلوب النقدي محترم نتابع تقرير عن اعضاء لجنة التحكيم القصيدة من اول بيت الاخر بيت قصيدة ما عليها كلام ودورت ملاحظات عليها ما اخفيك انا دورت ملاحظات لكن والله ما لقيت يعلم الله فيه حاجة بسيطة وهي ما تضر قصيدة بس حفاظا على الجرس الموسيقي القافلة والكرب الشارب حنا تشتتنا والمستمع تشتت بينها الراءة احيانا تجيبها مفخخة واحيانا مرققة مشاعر لك خط مختلف ما تشبه احد هذا الشعر الحقيقي ان الانسان يكون مفجع انه ما يستلهم شعره او افكاره من فلان ولا من فلان وياخذ ويعدل ويسوي تعديلات يجي بشي معدل الاختيار حسب الموضوع القصيدة هو قوة بيات القصيدة وترابط البيات وتمييزه من بين زملاءه الثناشة المشاركين معه في نفس الجولة الفترة الحالية شعر النظم عيش ثورة قوية في مجاله وتوقع ان القادم اجمل واكثر والبرامج رح تضخ الاسماء الشابة اللي رح تزيد من قوة ساعة شعر النظم لما احنا تفاجأنا في اسماء كثيرة واعمارهم صغيرة في السن والمستقبل قدامهم ان شاء الله وشارك معنا اسماء كثيرة بعضهم يمكن ما تجاوزت ثلاثين من عمره والنصوص اللي قدموها تشفع لهم انهم ان شاء الله يكون من اعمدة ساحة شعر النظم في البداية نشكر قناة الواقع ونشكر جميع القائمين على هذا البرنامج ونشكر رئيس اللجان الاستاذ عيفان ونشكر اللجنة زملائنا الشاعر فالح الغنامي والشاعر مرهب البقيمي ونشكر جميع القائمين على هذا البرنامج اللي ان شاء الله انها فايدة لساحة الشعر العامة بإذن الله بالنسبة للبطاقة التاحل بناء على الأفضلية والأفضلية باتفاق الأعضاء الأعضاء اللجنة نتفق طالعمرك على الشاعر هذا الأفضل وبعد ما نمنح الدرجات نكتشف فيه بعد انه هو الأفضل ما في عالي اختلاع بالنسبة للبطاقة التاحل بناء على الأفضلية هذا شيء طبيعي أن الشاعر اللي يقدم النص الأفضل هو بيحصل على بطاقة التاحل وحنا عضاء اللجنة كل واحد يضع الدرجة اللي هو قيم الشاعر من خلالها يعني نشوفها ضع درجتها عندها على الورقة وفي النهاية نكتشف أن الأذواق كلها متقاربة والأفضل فارض نفسه حتى لو تسأل الجمهور واللي كلم عنه متواجدين حتى الإعلاميين حتى جميع الطاقة لو تسألهم جميعهم تلقى أغلبهم حدد الأفضل عراك كل كان وطلع عمرك من لما نحن نتفاجأنا بوجود الشعراء اللي مروا على البرنامج وهذا يمكن تقسير من ناحنا إنما كنا مطلعين يطلع الكامل على الساحة وإننا كنا مشغولين عنهم ولكن عندما حضروا إلى ساحة برنامج شعر قمة تفاجأنا بنجوم تفاجأنا بشعراء عمالقة تفاجأنا بشعراء قدم ونصوص أكبر من أعمارهم والشواهد كثيرة حتى لو تبعطي كام زلا عدد كام زلا شعراء مبدعين شعراء رجحين وشعراء يخدمون الموروث فيما بعد شعراء يخدمون الساحة بشكل عام معينة التبع في تقسيم درجات النقاض كل عضو من أعضاء اللجنة يضع الدرجة بناء على ذوقه بناء على وجهة نظرة حول القسيدة وفيما بعد تتم جمعة الدرجات تقسم على ثلاثة تضع نتيجة النهائية أشكر مالك القناة أستاذ إبراهيم حسين ورئيس مجلس دارة القناة صالح إبراهيم حسين ورئيس مجلس التنبيذي وجميع القائمين على قناة الواقع القناة التي تمثلنا جميعا تمثل واقعنا الاجتماعي القناة التي لم يجدنا فيها إلا كل خير وكل أنصاف وكل ما يخدم من المجتمع ولا يفوتنا نشكر رئيس اللجان أستاذ عيفان العيفان اللي بذل جهد وقام بكل شي فيما يخص برنامج شعر القمة لدرجة أنها الأشياء اللي كانت غيبة عن أذهاننا والأشياء اللي نجحنا بحكمنا ننقطع على القناة وكان متواجدة أكثر أكثر منها في موجودة في القناة يستهل الشكر يستهل الشكر يستهل الشكر جميع القيمين على القناة يستهلون الإعلاميين وقدم البرنامج الأستاذ نافر القرقاح وأستاذ سلطان اسمي وأشكر الجميع القيمين على البرنامج اللي ساهم ومساهمة كبيرة في إنجاح هذا البرنامج ونسأل الله التوفيق لنا والله جونا شعراء جونا شباب يمتلكون مواهب مبدعين تفاجئنا فيهم ورايح يكون لهم دور كبير في الساحة الشعرية وساحة النظم بشكل عام نتمنى لهم التوفيق ونشوف منهم نجوم رايح يثرون على شعراء النظم ورايح يسحبون الأضواء من تحت عمالقة شعر النظم الآلية اللي بنان عليها الرشح الفايز بالكرت الدهبي نشوف القصايد والمميزات في القصايد والسلبيات والإيجابيات بشكل عام والمواضيع وكل عضو من أعضاء اللجنة يضع درجته اللي يشوفها مناسبة بما يملي عليها ضميره وما يشوفه صح وتقسم الدرجات تجمع وتقسم على ثلاثة ومن هنا يبين الفايز تقسم على ثلاثة جاءنا شعراء تفاجئنا في شعراء شباب يمتلكون مواهب جبارة ورايح يكون لهم دور كبير في الساحة الشعرية في ساحة النظم بشكل عام نتمنى لهم التوفيق أول ألف شكر لأستاذ إبراهيم الحسين مالك قناة الواقع ورئيس إدارة قناة الواقع الأستاذ صالح بن إبراهيم الحسين ونشكر طاقم قناة الواقع بشكل عام إعلاميين مخرجين أشكر أعضاء اللجنة الشعر الكبير فالح الغنامي والشعر الكبير معتق العياضي وتجربة ناجحة ونعدكم إن شاء الله بل أجمل وبنسخ متعددة إذا الله عطانا وإياكم عمر كونوا مع قناة الواقع على الواقع تنقون العلوم الطيبة